اشتركوا في القناة مع فضيلة العالم والعلام الدكتور عبد الحكم ابو حطم سائلين المولى عز وجل يتجلى عليه وان يفيض علينا بما فاض الله عليه وان يبارك الله فيه ويحفظه لنا دائما بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد ثم أما بعد اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون من سورة البقرة آيات تليت على أسماعنا ركز قبل أن تعجز يوم واتقوا يوما يوم مقداره خمسين ألف سنة واليوم في السنة كألف سنة مما تعدون يعني اليوم يوم القيامة ألف سنة يقدره خمسين ألف سنة اليوم في السنة كألف سنة تضربها على الكمبيوتر مجيش يوم هو يوم البروز يومهم بارزون يوم العض كل واحد يطلع سبع يوم القيامة ويحطه تحت درس ويقطعه ويوم يعض الظالم على يديه يوم الحصرة وأنذرهم يوم الحصرة يوم التغابل يوم تمل السرائر تطلع اللي في قلب كل قدام ربنا من حقد وغل وحاسب السيدة عائشة تسأل سيدنا رسول الله سؤال اسمع السؤال بعد ما أتذكرني يوم القيامة تفتكر زوجتك هتفتكرني أنا زوجتك بالله عليك لو أنا رئيس لجنة السنوية وابني طالب في السنوية أفتكروا ألا ما أفتكروش أفتكروا وأغشيش أتذكرني يوم القيامة قال نعم هفتكرك إلا في مواطن ثلاث المشيخ معايا هم كل حاجة يا شيخ محمود والشيخ عزت في القرآن الكريم تلتات 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 وكنتم أزواجا ثلاث ده حتى اللي تخلفوا عن تبوك وعلى الثلاثة الذين خلفوا والوضوء تلاتة تقسم إيدك ثلاثة والتسبيح تلات والطلاق لا يقع إلا بالتلاتة مش كده برضو تلاتة تلاتات إلا في مواطن ثلاث اسمع المواطن اللي ما فيش حد يفتكر حد فيها والشيخ محمود بيقرأ واتقوا يوما ترجعون فيه بحد فينا مش هيرجعون بنشتغل ونتعب في الآخر يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقي إلا في مواطن ثلاث أنا هقول بسرعة عشان نسمع الشيخ عزيز عند الصراط النبي وقف عند الصراط في حديث الإمام الترميزي يا رجالة بيقول أقف على الصراط على شمال الصراط متجها إلى جهنم يعني الرسول هيقف على شمال الصراط زي الكبر اللي هتعدى عليه كده بس يبصص على إيه على جهنم وأخي إبراهيم على يمينه ناظرا إلى الجنة بس يدنا إبراهيم هيكون بصص لإيه يا شخص للجنة والنبي بصص للنار الصحابة قالوا له تبوي ليه ما تبصش للجنة إيه اللي مبصصك للنار قال حتى إذا دخل أحد من أمتي أعرفه فأشفع له عند الواحد القهر يبقى وقف عند النار عشان يكتب إيه الأسماء اللي يدخل رواه الإمام الترمزي والحاكم اسمع حديث أحلى من كده بس بعد ما توحد الله عن أبي سعيد الخضري البخاري ومسلم الحديث في البخاري ومسلم إن الله ينادي يوم القيامة وتقو يوما يا آدم ربنا ينادي يا آدم يقول نعم ربي يقول أخرج بعث النار طلع الأولاد ولدك اللي يدخلوا جهنم يقول وما بعث النار أطلع أده يا رب قال من كل ألف والله نفس نص الحديث من كل ألف أخرج تسعمائة وتسعة وتسعين يبقى من كل ألف كم يرجال يدخلوا النار تلت تسعات تبقوا ليه يدخل الجنة ما توحدوا الواحد تعرفت عدو من كل ألف كم يدخلوا النار تلت تسعات يبقى من الألف يبقى من الألف كم يدخلوا النار أول إيه يدخل إيه الجنة من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فقامت الصحابة وقالوا وعينا ذلك الواحد نحن كده كلنا ضيعين وعينا ذلك الواحد قال ذاك من يأبوك ومأبوك أما من أمتي تسعمائة وتسعة وتسعون يدخلون الجنة وواحد يدخل النار وقد يعفو عنه العزيز الغفار أمه قال واتقوا إيه يوما ترجعون فيه إلى الله أتذكرني يوم القيامة قال نعم إلا في مواطن إيه نسيت ثلاث ثلاث الرسول قال رأيته رجلا من أمتي يزحف على الصراط عنده حال الدوار لو عد على الفلق بتاع النخلة كده هم عد على الترها يقع في جهان فعلك بدل يد ما تقع في جهان نمسك بيهدك وإيه ورجلك تبت قوي وادع الصراط يزحف على الصراط فإذ رجل جميل الخلق الحديث روى أبو موسى المدينية عن عبد الرحمن بن الصام عشان لما واحد يقولك في الحديث فيه راجل يزحف على الصراط فإذ برجل جميل الخلق أقامه اللعف يحجمت الحفش وأخذ بيده وجاز الصراط ونجى فلما نجى قال من أنت يا صاحب الوجه الجميل قال أنا صلاتك عن نبي محمد عند الصراط وعند تطاير الصحف برضو يا عم الشيخ محمود يا شيخ عيزة الصحف هناخدها بثلاث أوجه باليمين اللهم اجعلنا منهم وبالشمال ومن وراء ظهره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره ايه فسوف يدعو ايه من شمال وراء الظهر قال لها مش هفتكرك عند الميزان عند ايه يرجل ايه عند الصراط وعند تطاير الصحف الموطن الاخير يا عائشة قال لها يا رجال هي يا عائش يؤتى برجل من امتي بالله عليك قبل ما اقول الحديث تسمعني الصلاة عليه ده احلى نبي رجل من امتي نشر له تسعة وتسعون سجلا ملئت بالزنوب يعني راجل هيجي يوم القيامة يا رجالة الدفتر اللي ربنا عمله له السجل بتاعه خلصوا الزنوب الملائكة قالوا يا ربي خلصوا الدفتر قالوا ما اعملوا له واحد تاني خلص اعملوا له واحد تاني تسعة وتسعين سجل ملئت بالزنوب الحديث روى الامام الترمزي والامام القرطبي في كتابه التذكرة في احوال الموتة وامور الاخرة قالوا ما لا اجدها الى ايديه الرجل نشر له تسعة وتسعون سجلا ملئت بالزنوب فيقول له ربنا عبي قالوا نعم يا رب قالوا ان لك عندنا حسنة لا نضيعك اجرها اليوم هنديك حقها دلوقتي فيقولوا يا ربي لا تسخر مني لا تسخر مني حسنة ايه مع تسعة وتسعين سجل ملئتها زنوب لا تسخر مني يقول الحبيب محمد فتوضع تسعة وتسعون سجلا في كفة الميزان وتوضع بطاقة ابي الحسنة اللي الرجل عملها بطاقة في الكفة الاخرى فيها ايه فيها كلمة قالها مرة من قلبه هي ذكر الله ما تذكر يا اخ ربنا يجيب الكرتب بتاع المشايخ كده ويحطه في الكفة التانية شوف رسول قال ليه فاتاطيش لو دخلت عن نت وكتبت فاتاطيش هيجيلك الحديث فاتاطيش تسعة وتسعون سجلا الى مكان لا يعلمه الا الله السجلات اختافت فيقول النبي ايه من ربي الورع طيّرت تسعة وتسعين سجل قال يا محمد ان فيها اسمي واسمي لا يوزن معه شيء في الارض ولا في السماء البطاقة فيها اسمي اللهم ان كان الميت محسنا في احسانه وان كان مسيئا تداوز عن سيئاته اللهم شفع فيه القرآن وشفع فيه الحبيب العالم واشفع له عندك يا رحمن اللهم شفع فيه صاحب الذكرى العاطرة اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة وحريرة ونعيما وملكا كبيرة اقدم عزائي الى اهلي وعائلتي واحبابي عائلة ابو حطب نيابة عن نفسي عبد الحكم ابو حطب اساز الصحافة والازاعة بجامعة طنطة ونيابة عن كفر ابو حطب وعن خلوة ابو حطب وعن عرب الحطيبة بالشرقية اسأل الله عز وجل ان يجزيكم جميعا خير الجزاء كما جمعنا الله في هذا المكان اسأله ان يجمعنا على الحوض مع سيدنا رسول الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته شاكرين الى فضيلة الدكتور عبد الحكم ابو حطب على هذه الكلمة التي لم تكن طويلة مملة ولا قصيرة مخلة سائلين المولى عز وجل ان ينفعنا بعلمه اخواتنا اخوة الإيمان والإسلام نتقدم لكم جميعا باسم جميعا الى تبو حطب بخالص الشكر والتقدير على مواساتكم لنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر